ساركوزي تحت الرقابة القضائية بعد توقيف احتياطي دام 24 ساعة القضاء والفرنسي وجه رسمياً لساركوزي تهم الفساد ومخالفة القانون في تمويل حملته الانتخابية والتستر على أموال عامة ليبيا هذا تمويل يعني هو خرق لقوانين القوانين الفرنسيين التي تنظم تمويل الخاص بالانتخابات وحتى بالنسبة للمبلغ في العامة قال انه تقريباً حوالي 50 مليون يؤقب من قدر القضاء في ساركوزي وهو يعني 50 مليون حتى وإن كان يحوزت ساركوزي حتى وإن لم يعلم مصدره فهو أصلاً يتجاوز مبلغ المصدرين 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 الذي المحدد يعني يحديده القانون الفرنسي بحملات الانتخابية مصدر أن لا يتجاوز 21 مليون أورو اتهامات اعتبرها الرئيس الفرنسي الأسبق خطيرة ولا دليل مادي عليها خلال توقيفي على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة حاولت بكل سبل الإقناع المتوفرة لدي إثبات أن الشروط الخطيرة والمطابقة لتوجيه الاتهام غير متوفرة بالنظر إلى هشاشة الملف الذي خضع لتحقيق قضائي وبالنظر للخصائص المريبة والماضي الحافل للتقي الدين وفي الوقت الذي يصر فيه ساركوزي على براءته تؤكد شخصية ليبية توفر أدلة قاطعة دينه على غرار سيف الإسلام القدافي الذي تواصل عبا الواتساب مع الصحفية زينب بنزيطة من قناة أفريكا نيوز مؤكدا أنه سيكون شاهدا خلال محاكمة ساركوزي إلى جانب عبدالله سنوسيا الصندوق الأسود للرئيس القدافي والذي يدعي حيازته لتسجيل صوتي يجمع بين ساركوزي والقدافي خلال أول اجتماع لهما قبل الحملة الانتخابية أما بشير صالح مدير مكتب القدافي الذي نجى من محاولة تصفية جسدية فيرجح الرواية الليبية كان القدافي قال وساركوزي قال أنا أصدق القدافي ولا أصدق ساركوزي ساركوزي وإن واجه العديد من الفضائح السياسية على مدى سنوات لكن لم تؤدي أي منها إلى إدانته فهل سيجد هذه المرة مخرجا لورطته؟ اشتركوا في القناة